موسيقى موسيقى مصر الخير مشاهدينا حلقة جديدة من رح نبقى سواء أكيد بترفقكم من هلأ لغاية ساعة من الوقت ودايما مثل ما معاوديكم بيرح نبقى سواء من واكب كل التطورات إن كان على المواقف أو التطورات السياسية الاقتصادية الأمنية الصحية أيضا جراء الأزمة المستمرة أزمة كورونا بسبنى أنه رحب بضيفي بالاستوديو نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والوزير السابق غسان حاصباني أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا وبينضم لألي بعد البريك بتاني جزء من الحلقة عبر سكايب وزير المهجرين السابق غسان أعطى الله أكيد رح نحكي مفاوضات مع صندوق الدولة الخطة الاقتصادية أيضا المشكلة وعودة الحديث عن المعابر غير الشرعية ومسألة التهريب إلى ما هناك من مواضيع فتابعونا دولتك من جديد مساء الخير خلينا نبدأ بأنه جولة جديدة من المفاوضات بين الفريق اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني وفريق صندوق النقد الدولي رح تجرى أطني المقبل وتبدو أنه رح تكون جولة على قدر من الأهمية حيث يحكي عن مشاركة حاكم مصر في لبنان رياض السلامة في هذه الجولة بعد ما كان غائب عن المفاوضات ببدايتها تعليقك عن سير هذه المفاوضات يعني هذا المسار الطبيعي هي بداية عادة صندوق النقد بيبدأ بمرحلة أول شيء نوع من مرحلة تعارف على الفريقين يحطوا إليات نقاش بين بعضهم عادة أيضا تكون بين وزير المال وحاكم المصرف المركزي في أي بلد اللي كان هؤلاء الشخصين الأساسيين اللي بيكونوا هن بيعملوا هالتفاوض مع البونك الدولي مع العفوان العامة صندوق النقد الدولي لكن عندنا نحن فريق عمل شوي موسع أكتر يعني يضم مستشارين وخبراء عديدين أخذت يمكن شوية وقت أكتر ليتعرفوا على بعض بالجولة الأولى اللي صارت أو المرحلة الأولى اللي صارت بالتواصل هلأ الثانيين رح تبدأ هل المرحلة تتقدم أكتر بأعتقد بعدنا يعني ما انطلقنا بشكل كامل بالمفاوضات الكاملة يعني المرحلة الحاسمة بعدنا المرحلة التمهيدية لأنه تاخد وقت طويل المفاوضات ما بتنتهي بأسابيع وأيام بدأت تاخد أشهر حتى لو أنه أزمتنا في عجلة للحل شوف يعني بالنسبة للآياماف صندوق النقد دايما عم بيعالج بلدان أزمتهم هيك يعني ما الشغلة استثنائية بالنسبة لأنهم أصلا ما بينطلب إذا كانت الأمور يعني يعني عطا منطلبوا بهيك أمور وبالتالي عندهم إجراءاتهم وبيخدوا الوقت يعني قد يكون هناك إجراءات معجلة يمكن بسبب الكورونا مثلا مساعدات طرقة قد تأتي إلى لبنان قد يكون هناك بعض التسريع ببعض النقاط لكن أكيد بتجي على مراحل حتى من بعد ما تنتهي المفاوضات ويدرسوا الموضوع دور صندوق النقد أولا بدوا يطلع على الخطط ويعطي رأيه بهذه الخطط لأنه هو عم يمثل الدول اللي عم يتموله وعم يتمولنا من خلاله صحيح وبدوا يعطي رأيه تكون الخطة هم اقتنع فيها ويقدر يسوقها للدول الممولة لحتى توصل المساعدات المالية والدعمالية لكن هاي بتاخد وقت طويل وبتجي على مراحل يعني مراح يعطي كل الأموال دفعة وحدة بيعطوها أول دفعة بيشوفوا إذا تطبق إصلاحات إذا بلشت الخطة عم تطبق مثل ما اتفقنا بيعطوا الدفعة الثاني وإلى ما هلالك يعني منحل عصى سحري بيجي بيوم ويومين وبدأ شكرا بس في تجاوب يعني لبنان طلب العشرة مليار يحكي كمان أنه حتى هيدا المبلغ لن يحصل عليه لبنان بسهولة يعني مش بسهولة مش بسهولة لأنه شروط هي ما إنها فقط شروط أهداف مالية مثل ما بيظل ينحكي أنه بدون يزيدوا ضرائب وإلى آخر لا كمان في أهداف إصلاحية هي الأساس بدون نشوفوا إصلاحات على أمر الواقع هذه الإصلاحات خلنا نقول يعني لا ورقة مفصلة يعني لك ورقة فيها إعلان نواية للإصلاحات يلي كانت موجودة بالحكومات السابقة يعني ما فيه إصلاحات كتير جزرية جديدة طبعا فيه إصلاحات مالية وفي يعني خطط مالية نحاطتها لن أحكي عنا شوي أكتر بس عم نحكي نحن عن الإصلاحات يلي بالقطاع العام يلي الدولة بدأت برهن أنها قادرة يعني مثل شو بتحس أنا فيه تقصير بعد من وضعت على السكة هلأ اللي بدون يلي الممولين الدوليين من خلال صندوق النقد الدولي واللي مطلوب من ناحية الإصلاحات هي إصلاح القطاع العام أيضا من ضمنه فيه إشياء فيها الحكومة تعملها بدون الخطة هذه يعني قبل الخطة حتى بكرة فيها تبلش فيها موضوع الجمارك إصلاح الجمارك وتحصيل الجمهوركي اللي عم بيروح منه هدر كتير كبير على عم نحكي المعابر الشرعية مش من المعابر الغير شرعية أما المعابر الغير شرعية أيضا من ضمن هالإصلاحات هي فيها بكرة الصبح تبدأ الخطوات على الأرض وتبلش وعم نشوف يعني نية بهالموضوع متجددة الاجتماع كان واضح مجلس الأعلى ورئي الجمهورية حكي كمان أنه تعاون وتنسيق بين الأجهزة الأمنيلة هذا لازم إذا طبقت على أرض الواقع وما بقى فيه هروب للدولار بشكل لا يستفيد منه لبنان كمان هذا بساهم أكتر باستعادة ثقة فيه إصلاحات إلى علاقة بالهيئات النظمة وبشففية العمل ومأسسة العمل بالدولة تخفيف الموظفين وحجم الدولة يعني كثير من هالأمور على العقود وغيرها كثير من هالأمور هذه ممكن تتاخد فيها خطوات فورية لحتى تتخفف وتبرهن الدولة والحكومة أنها عم تقدر تعمل إصلاحات جدية على أرض الواقع مش فقط بالخطط والوعود وهيك بيباشوا هن يوسعوا أكتر وتدريجيا بيصير الدعم المالي بس هنا تخفيف عم تحكي موظفين والعقود هذا الشيء كمان بالمرحلة السابقة شفنا عكسه يعني طلب آنونا عدم توظيف وشفنا أرقام مهولة هذا التصحيح الأول الوظائف هذي يلي فيه تقارير حسب التقارير اللي عم تطلع فيه بالتتراوح بين يمكن شيء بيقلك ألفين وخمسة على الخمسة تلاف واربع مئة للخمسة تلاف ومنهم بيوصلوا للخمسة عشر ألف بلنا نطلع به هذول بالخطة وراسدين هن تخفيف العقود والتعاقد خمسة بالمئة سنويا ولكن فيه هلأ عقود يلي صارت بفترة بشكل خارج عن هذا القانون فيها تتوقف فورا وموجودة لوائحة هنا حتى يعني فيه لازم إعادة جدولة إذا فينا نقول أو هيكلة القطاع العام بما معناه فيه محلات فيها شغور ما في شك كمان ما تم هذا فيه محلات فيها اقتصاد وعدد يعني المسألة شوي بيجا تتوازن توزيع القوى العام اللي منه صحيح ولكن أيضا حجم القطاع العام كتير كبير ليس فقط من ناحية الوظائف والتوظيف الفائد فيه قطاعات لا ضرورة أن تكون اليوم تحت القطاع العام ممكن أن تكون في القطاع الخاص بكثير من البلدين عاملتها يعني حاجة غير ربية البلدين عاملتها فيه مؤسسات ذات طابع تجاري صارت عند القطاع الخاص وتركتها الدولي يعني ما حطت فيها تقلة واستثمارات فيها ولا كانت عبق عليها حتى ولو كانت عم بتدخل عائدات لأن مع الوقت مع تضخم حجمة والإدارة العامة بطبيعتها هي إدارة معقدة وبطيئة وغير تجارية ما عادت قدرت تتحصل الأموال منها اللي لازم تحصلها مثل ما عم بصيروا الاتصالات على السنوات الماضية كلها من 2013 اليوم عم نشوف قطاع الاتصالات عم بتدهور لأن هذا قطاع ذات طابع تجاري ما فينا نعامله وكأنه مصدر ضريب للخزيني كل بلدان العالم دخلتوا بالقطاع التجاري هل إصلاحاتها؟ خطوة اللي عملت هلأ بتوافع عليها؟ أنا ما كنت موافق على اللي كان صاير قبل ولا مرتاح للي هلأ صار لأنه هذا سيقود مش أحسن الدولة تكون ما عم بلك هيدا أسوأ لأنه سيقود الدولة بينما كان في فوضى قبل أكتر وما كانت جيدة لأنه كان أساسا فيه شركات عم بتدير شكليا ولكن بإمضة وزير هلأ صار بإمضة وزير بدون الشركات ما كتير فرقات رح يكون في قليات رقابة لها يمكن أكتر تشددا من الدولة ولكن مرونتها التجارية رح تكون أقل وبالتالي ستؤثر على أداءة يعني تجاريا بتحس بتأثر بلح تأثر على أداءة سلبا بالشكل أن الدولة تستعيد نستعيد خطاع يعني عم نرجع خطوات لورا بينما كل بلدان العالم حررت هذا القطاع وحطتوا بالقطاع الخاص واستفادت منه دفعاتهم ترخيص دفعاتهم حق استعمال الترددات يعني الفريكونسي دفعوا استثمارات بهالبنى التحتية يعني هلأ اليوم إذا بنا ندخل أموال في حال كان فيه اهتمام بهذا الموضوع وهلأ ما بنا نفوت بهالنقاش ولكن قيمة هذا القطاع بحدودة 8 مليار دولار ممكن يدخلوا بنهار واحد على الخزينة هيدولي ويساعدوا بتخفيف الخسائر الموجودة اليوم لكن هيده من ضمن الحلول اللي بيطلع عليها الـ IMF شو هي خطة الدولة لإدخال القطاع الخاص بهذه القطاعات لا استقطاب الاستثمارات مش كلها ديون ومساعدات في منها استثمارات بس هم كنا نقول أنه نحن فايتين بقوة من باب أنه لبنان يعني لا يفاوض تحت وطقة شروط بل هو يضع ورقته وعلى أساسه نحن قادرين نعمل هيك شبكم تعطونا بك ولكن هيك عادة بيصير يعني عادة مش بيجي لا بس هم تخويف أنه نحن 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 خبرة مع صندوق النقد عادة شو بيعمل صندوق النقد صندوق النقد مشارط يجي يستلم بلدان وديرة أكيد لا صندوق النقد بيجي بيطلب من البلدان بيقدمو له خطتهم مثل ما واحد رايح يستدين من مصرف يعني بيقدم له خطة العمل تابعه بيقل له بناء على هالخطة أنا بدي بابني هالمؤسسة يا بيقتنع هالمصرف إنه الخطة مزبوطة وهالشخص عنده قدرة يطبقها يا ما بيقتنع وما بيدينو بالنسبة لصندوق النقد بيجي صندوق النقد بيقلنا هالخطة ممكن نكون فيها عوامل جيدة ولكن نقترح عليكم بعض هالتعديلات لنكون نحن مقتنعين حتى نقنع الدول اللي بدأت ساعدكم من خلال صندوق النقد وهايدا شغلته وإذا اقتنع وكان مقتنع بالخطة ساعتها الدول اللي بدأت مول بتصير مقتنع لأنصر في جهة تالتي مستقلة عم تشتريع عنها ولكن حتى ما نقنع حالنا أننا نقنع صندوق النقد ومش الحال لا هيدا الخطة اللي موجودة بعد عندها شوط طويل بدأت تقطعه قبل ما تقنع صندوق النقد إنه قابل يعني اللي عم بيحضرنا هلأ بده ياخد نفس طويل لأنه الطريق مش هيني مش هيني بس كمان ما يكون فيه عصب الدولي أطلاقا أكيد وما يكون فيه عرقلات ومناكفات مثل ما عم نشوف يعني لأنه مثل ما قالت دولتا كأنه صندوق النقد ناطر إصلاحات من بين الإصلاحات مسألة الكهرباء ومسألة ضبط الحدود وبها النقطتين انتقدن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقال أنه الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء فيها سقطتين السقطة الأولى هي مقاربة ملف الكهرباء والسقطة الثانية ملف التهريب عبر الحدود هذه بطريقة غير مباشرة ليست وضع عصب الدولي بسير الإصلاحات لنوصل نحو الطريق الإجابي العكس تماما هذا عم بيسهلهم عم بيقلهم يا جماعة صندوق النقد والدول اللي بدأت ساعد لبنان ما رح يقطع علي موضوع بهالحجم هيدا إذا ما كان بيتم بيتم الوضوح من الأول كيف يعني في غش لا لأنه إذا ما تذكر فعلا أكيد بأكد لك أن الحكومات المتتالية من زمان لليوم مش شغلة جديدة دائما كانت تحاول قدر الإمكان أن تتحايل وتتذاكع على المجتمع الدولي لا يموله وهذا اللي كنا عم ننبه منه من زمان لما كنا عم نقول هالموازنات اللي كانت عم تقطع ورفضنا هالموازنات السابقة وكان عنا ملاحظات على موضوع الخطة الاستثمارية لسادر لأنه كنا عارفين أنه بدون إصلاحات لسادر رح يقدر يأمن لنا التمويل ولو وعدوا بس وعدوا على شروط شروط أنه تسير الإصلاحات طيب ما بنا نبلش بالإصلاحات هايدي هايدي الإصلاحات اللي عم يتلبوها بس وين التحايل خينا نحكي بالكفر إذا في خطة متكاملة مجلس الوزراء السابق وافق عليها ومجلس الحالي يناقشها ما تم تغيير لأنه نعم هي خطة مثالية باعتراف الجميع نعم وين التحايل إذا فيه نية لمقاربة هذا الملف نعم من خطة انتلاقة من خطة مش من كلام كانوا هذي الكلام اللي موجود بهذه الخطة كان موجود بفدلكة الموازنات السابقة كان موجود بخطة موجودة سابقة بالحكومات السابقة وكان موجود بوعود تقدمت بسادر لما نعمل مؤتمر سادر لكن على أرض الواقع لم تحصل فعلا ولم تطبق كل اللي عم نقوله اليوم قبل ما ينكتبوا بالخطة فيه إدراء للحكومة تطبق اليوم مباشرة فيه كتير إشياء موجودة ممكن تطبق اليوم قبل ما تنوضع بالنصوص مثل شو؟ مثل ماكينة موضوع الجمارك لا نحكي بقصة الأصلحات هذه النقطة سريعة هذه أول وحدة فيها تعمل خطوات سريعة على الحكومة بلا منا بحاجة لتحطها على الورق وليزم تنفذها وهذا اللي عم نحكي عنه إذا اليوم هذولي ما ما تطبقوا يعني رح يكون فيه صعوبة كتير أنه نحكي فيها برجع فيه إشياء تاني اللي بتدخل بالخطة بدنا نسأل حالنا كمان قديش قابلية هذه الخطة للتطبيق من الناحية الدستورية وبدأ يكون عندنا وضوح بالرؤية لأن ما فيها نرجع نأخرها بعدين بآليات دستورية طويلة يعني نرجع نشوف الآن ونشوف وليزم نستبق وفي كتير إشياء تتطلب مش بس لائحة القوانين المحطوطة بالخطة في كتير إشياء فرضيات موجودة بالخطة تتطلب تشريعه أيضا وفيه فرضيات عليها علامة استفهام وندور مجلس النواب مش بس هيك فيه فرضيات كمان دور مجلس النواب وفيه فرضيات عليها علامة استفهام استفهام من ناحية دستوريتها أولا اللي هي العلاقة مثلا بودائع اللقطة الطعام من الودائع والتعامل مع الودائع اللي هي ملكية خاصة على الناس ولا يجوز ألمس بها فبدو يلتقى تفسر إشياء النقطة أنه ما رح تكون هاركات رح تكون فيه شراكة ومت كيف نعمل فبنطلع عن تفاصيل هالمواضيع الشراكية من لقي أنه لا منى شراكة مع ودائع الناس بل هي شراكة يعني منى مبنية على أصول الدولة اللي إليها قيمة قوية اللي حتى تحطم قبيل الناس عم بتتم تحميل الكلفة كلها وبيدفع كبيرة بشكل مفاجئ وسريع للمودعين عبر القطاع المصرفي وللقطاع المصرفي هلأ طبعا قطاع المصرفي بيحمل جزء من المسئولية وعليه يعني أصحاب المصارف عليهم أن يساهموا حتى يحتر أن يطلب جواب نحو تقليص عدد المصارف التجارية حتى هذي نوع من نقاط ممكن ممكن هذي بتتفاوض بدا سير ولكن من ناحية القطاع المصرفي طبعا قطاع المصرفي بيحمل جزء من المسئولية لها الخسائر هذي ولكن الخطة ما حملت الدولة شيء من مسئولية الخسائر ومن تحمل كلفة الخسائر يعني وضعت العبق كله بغالبيته على الناس على المدعين وعلى القطاع المصرفي لازم يكون فيها جزء من تحمل الكلفة من أصولها لها الدولة هذي مقابل هذا الموضوع التاني سؤال يعني كمان تحميل الخسائر كلها ضفعة وحدة من البداية مش يعني تدريجيا على فترة طويلة على كل المسئولين لحمل هذه الخسائر والسؤال كمان هل نحافظ على طبيعة اقتصادنا بهذه الخطة لأنه ما بدنا نوصل لمرحلة ندمر حرية الاقتصاد يعني طبيعة اقتصادنا لأنه عم يفوت بطريقة موجهة صرنا يعني كأنه اقتصاد الحر إذا رح يتغير يعني يتغير وجه لبنان يعني بعض بقول أنه أثبت يعني شوي فيه فشل إلى حد ما وهو تغيير الاقتصاد مش الحر هو تغيير وجه الاقتصاد من ريعي إلى منتج هيدا النقطة اللي يعتمد تركيز لا مش هيك ياريت هيك كيف عم أولا هدى صنعنا نعتمد على الاقتصاد الريعي وهاملين كل قطاعات الانتاج مزبوط مزبوط بس كمانا ما بدنا نسميه اقتصاد ريعي فقط لا اقتصاد خدماتي كان عنه اقتصاد خدماتي مش ريعي الريعي هي بتجي من ناحية مع القطاعات المختلفة لا نحن بدنا نكون منتبين أنه ألا يكون اقتصادنا تأميمي كتير مهمي هيدا الاقتصاد الحر لا ما فشل عم نحكي نحن على الاقتصاد المتفلت اللي ما فيه ضوابط اللي فيه حرية مطلقة لا نحن عنا هيئات نازمة بالقانون عنا قوانين تنظم هذا الاقتصاد علينا أن نطبقه ومن هالمنطلق هيدا بدأ تيجي الإصلاحات دور الدولي لماذا التخوف من الاقتصاد التأميمي طريقة التوجه لإدارة القطاع المصرفي للتحكم بماذا يحصل بهذا القطاع من قبل الدولي مباشرة فيها العلامة الاستفهام لأنه هذا مش دور الدولي أن تقوم به يعني فيه تشريعات كتير بدأ تقطع بهالموضوع فيه حوار وطني بدأ يسير مع القطاعات كافة طبعا بالخطة من ناحية فيه حوافز لاقتصاد وللإنتاج والاقتصاد الانتاجي من ناحية تانية فيه زيادة الضرائب على الأرباح وعلى الدخل اللي بتقود هذا الاقتصاد فبدأ شوية تكامل أكتر هذه الخطة وبكرة بالمفاوضات والنقاشات هذه كلها رح ترجع تبين ورح يصير فيه إن شاء الله تعديل لإله لكن كتير مهم هو عامل الوقت وهذا اللي عم نجرب نحن نكون عم نستبقه شوية لأنه صار لنا زمان عم نحكي بهالنقاط هذه ولا هي من من زاوية تموضع سياسي أو مزايدة أكتر ما هي من زاوية الاستمرار بالفكرة ذاتة إنه الإصلاحات هي بداية كل شي لأنه منها عم نقدر نوقف الهدر اللي بده اللي هو خرب الدولة وما بدنا يكمل يخربها لأنه شو نفع يجو الأموال والدولة بعدها عم تصروا فوق ثلاث أربع مليارات من مطارح فيها ترجع تحصلهم بطريقة أفضل من هدر الجمارك والتهريب وغيره والدعم القطاعات غيرها مثل الكهرباء وإلى آخره فهولي إذا تصلحوا منهم لحالهم عم بي وفروا على الدولة ضياعة إن كان من ناحية النقد ومن ناحية الخزينة بحدود الثلاثة لأربع مليار دولار هذي بتصلحوا هلأ بظرف بغضون أشهر يعني إذا نحط الوزن كله خلفهم وإصلاح من هالنوع مع تشكيل الهيئات النازمة وتطبيق القوانين القائمة يعني بعد قبل ما نبلش نعمل حملة تشريعية وهذه اللي لازم تسير لتطوير القوانين فيه قوانين قائمة مش مطبقة يعني نبدأ بتطبيق قانون المحاسبة العمومية بشكل جيد تطبيق قانون الكهرباء قانون الاتصالات قانون الشراكة مع القطاع الخاص يعني هاي كلها أكيد واجب عند الدولة والمفاوضات تسير على وقع التجاوب بين كل مكونات هذه الدولة إن كانوا مسؤولين أم إن كان من أحزاب وقوى سياسية صحيح وشنهيك انطلقت وسألتك ليش تم القنص على ما تقوم به هذه الحكومة من قبل رئيس حزب القوات وشو رأيك بما علق عليها رئيس الاشتراك يا وليد جنبلات بما وصف الوفد المشارك بالمفاوضات بأنه سيذهب إلى السياسة البعثية بتنفيذ أراءه يعني كمان فريقين سياسيين بيطلع هيك مواقف كمان نوع من قنص على ما تقوم به الحكومة والمفاوضات كمان مع سلوك اللي بقدر جاوب عليه هو موقف دكتور جعجع اللي هو واضح من زمان ما تغير يعني بعده الموقف ذاته من كل الخطط وكل المقاربات اللي عم بتاخد يلي بدأت مع الموازنات السابقة ويلي بدأت فيها من 2017 بكل مصدقية وكل شفيفية الموقف نفسه عم نتكرره أنه الإصلاحات هي بداية الخط أولا إذا ما صارت هذه الإصلاحات وتوقف الهدر ما فينا نقدر نعمل شيء تاني ممكن نعمله بالتوازي ما في شك بس هو إن حكب مجرد عن هذه الإصلاحات صحيح ليش وصفها بسقطتين يعني الكلام عن موضوعين هن أهم في صلب هذه الإصلاحات لأنه هذه حكومة تكنوكرات صحيح يفترض أن تكون حكومة أخصائيين حكومة على علم بكل السقطات التي حصلت في السابق الخطة الإصلاحية اللائحة الموجودة بالخطة هذه اللي هي الإصلاحات بالقطاع العام تحديدا نسخة تقريبا طبق الأصل عن الخطة التي أعلنت بالحكومة السابقة من أصر بعبدة وقرأة رئيس الحريري بعد آخر اجتماع صار بأصر بعبدة للموازنة صح تقريبا نسخة طبق الأصل زادوا عليها الضرائب زادوا عليها موضوع التفقاء وموضوع الضرائب بعد دخل وغيره لا 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 إذا بالتقرنية أنا بس عم بحكي خطة الإصلاحية لا الإصلاح القطاع العام عم بحكي فيه يعني اللي عم بحكوا فيه عن لائحة الإصلاحات بغض النظر عن المصارف وعن الإصلاح المالي والنقدي هاي الخطة نفسها ومحربة الفساد وتشكيل يعني الهيئة الإصلاحية يعني بعد معها هالأسبوعين ثلاثة الشهر اللي جاي تنطلق بتطبيقهم ما أنا بحاجة تنطر صندوق النقد أو مفاوضات صندوق النقد إذا بيقبل ولا ما بيقبل هاو دي بكرة الجماريك فيها تسكرهم بكرة الجماريك فيها تبت بموضوع السكانر على الجماريك بموضوع البيانة جمركية من المصدر بموضوع إدارة الجماريك إذا فيها أي خلل لتعديل الإدارة بشكل واضح وصريح فيها تنطلق الحكومة هلأ بقلية تعينات شفافة تبرهن لكل الناس أنه ما فيها محاصصة وما فيها حسابات وتعين الإدارات بحكمية مصر في لبنان بمجلس إدارة تهربة لبنان رح نوصل لما لا في التعينات بالتفصيل أكيد في كتير أمور من هالنوع ممكن تنعمل هلأ مش بحاجة لتنطر للأمور تاني من هالمنطلق عم بيحكي نحنا وعم نقول أنه بابا نكفي خطوط يعني كلامه لأنه لما تتكرر الأمور وفي كتير أمور عم نشوفها عم تتكرر يعني هلأ عم نشوف نفس الشي عم بيتكرر وعم نرجع خطوات لو ورا مش لقدين بكتير من الملفات هيدا ما بيطمن وإذا ما تطمننا ما بق معنا وقت يعني بدنا نشوف شيء على الأرض طمي إيجابي هايك خطوة التخذ إصلاحية يعني بملفات الفساد ملف المقشوش بلش نشوف كمان عظيم بس هولي أشخاص صحيح ملفات الفساد أنا بظل نقول موضوع الفساد منه حملة يعني ما بيصير على حملات هيكي مركزة أكيد بس بنا نبلش من مطلع هيدا نهج نهج بالعمل يبدأ نهج مكافحة الفساد أولا بالشفيفية قبل ما يصير الفساد يعني بنبدأ بيكون عندنا إليات رقابية واضحة عم تتنفذ بيبدأ بتطبيق أنون المحاسب العمومية قديش عدد المناقصات يلي صار يتحصب الأصول من وقت اللي استلمت الحكومة إلى اليوم قديش صار مناقصات داخل الوزرات وقديش صار مناقصات عبر إدارة المناقصات تطبيقا لأنون المحاسب العمومية وين دفاتر الشروط اللي عم تطلع وعم تندرس للمشاريع الكبرى وإلى آخره اللي عم تنعمل فأزن هيك مبلش محاربة الفساد أين الهيئات الناظمية اللي نحطت لحتى تنظم القطاعات والديرة اليوم عم بيدخل قطاع الاتصالات كله على الدولة تعب تعرفي شو عم بيصير هلأ بقطاع الاتصالات من كوارث يعني بيعجوب اليوم الشبكات الخلية وبعدها ماشي يعني لأنه في مطارح الفيول ما عم بيوصل في مطارح الموظفين ما عم بيدروا يداوموا في مطارح مش معروف كيف بدون يعاملوا الموظفين هلأ يعني بدون نصيروا الموظفين بالدولة يرجعوا ينتقلوا ولا أي شركات بدون تحملهم في كتير أمور عن بيصير لذلك اليوم لما نبلش ناخد خطوات عملية والحكومة بتعرفون هالخطوات بيصير من دون تعاون بين الأفريقاء يعني هون يخليني كمان ينتقل بيتعليقه عندما سؤل رئيس حزب القوة عن علاقته مع الرئيس مشيل عون قال لا علاقة في الوقت الحاضر للأسف حين كانت الخلافات في ذروتها كان هناك حد أدنى من العلاقة بيننا ولكن اليوم لا علاقة وشفنا نشارك بالحوار ببعضها شكلا يعني كان المشاركة ما كان يبتغي توطيد العلاقة مع رئيس البلاد وموني كمان في اتهام لأنه جبران باسيل هو رئيس الظل وكله يحتكم لجبران باسيل ومشين هيك لا علاقة اليوم مع الرئيس هذا اليوم أولا تيجي الدعوة من القصر الجمهوري من الرئيس الجمهورية وتم تلبية هذه الدعوة ولا يمكن ألا تلبى هذه الدعوة لأنها دعوة من جهة دستورية تحترم بس ليش قال هيك العلاقة اليوم اليوم ما في علاقة شخصية مباشرة طبعا لأنه ما فيه سبب لهذه العلاقة لم يحدث أي خرق اليوم بفتح لقاءات وتشاور حول أي ملف معين اليوم اللي عنده رأي عم بيعطي رأيه بس ليش الهدود نحو رواب أنه جبران باسيل هو يسير شؤون الدولة يعني هيك قال بحتيش تعليقا يعني اليوم بدنا نشوف برهان على العكس اليوم لما يكون فيه بس شو البرهان على هذا القول لما يكون فيه مباشرة آراء عم تنطرح وعندما يسأل سؤال لأي جهة معينة بالحكم يحول إلى الوزير باسيل فأذن اليوم عم نكون فيه وضوح بهالموضوع وعم نحكي من وين ما كان مش بس من مكان واحد لذلك حتى اليوم ما أنه عم نحكي نحن بالمريخ ولا عم نخبي على بعضنا الأمور معروفة ومكشوفة لذلك هذا كان الرأي اللي عطيت دكتور جاجع بوضوح لحتى ما ندخل بكتير تشاعباته اليوم فيه جهة سياسية هي اللي مسؤولة عن السلطة الحالية يعني مقطوع علاقتكم بالتيار الوطني ما فيه أكثر من العلاقات العادية اللي عم بتصير عبر مجلس النواب عبر يعني التعاون بملفات إلى القوانين يعني عليه علاقة طبيعية علاقة طبيعية بالكترة النواب بالعكس تماما العلاقة مع كل الأطراف بمجلس النواب نحن دايما منطلق على أساس الشراكة والشراكة لما تكوني شريكي مع حدا بمشروع خاصة مشروع له طابع نبيل يعني مش إنه مشروع تجاري عم نحكي مشروع استراتيجي اللي هو وطن أكثر من هيك شو بديه بهيك مشروع الشراكة بدأت تكون كتير مفتوحة يعني لما يكون فيه اختلاف بوجهات النظر بدأت تنحط على الطاولة وبدأت تكون فيه اختلاف إن شاء الله هالطاولة تكون هالقدة شفافة المواطنية اللي راح تطرح عليها عم بيكون هيك عم بيكون هيك عم يكون دايما نشففين ومنفتحين بكل النقاط وبدون أي خلفية لأنه كلنا عايشين بهذا البلد إذا غرقة الباخرة عم تغرق فينا كلنا ونحن عم ننبه كنا من هذا الغرق من سنوات من وقت اللي كنا بالحكومة وكنا عم نطرح النقاط على طاولة مجلس وزراء بالإعلام وداخل مجلس وزراء كل ملف بملفه لما يكون فيه تحذير عم نحذر لما يكون فيه مشاركة بالقرار كنا عم نشارك وعم نطلع بنتائج ولما كان فيه اختلفات بوجهات النظر كنا عم نختلف ولما كان فيه عرقلة كنتو مش عم بتأصل بأكتر من إطلاقا نحنا كنا عم نسهل وعم نحاول نشيل العرقلة بس فيه ناس عرقلوا نفسهم للأسف وما كانوا عم بيسمعوا لنا وهكذا المشكلة نحن نحكي أكتر بهالتفاصيل وبموضيع تاني ولكن رح نروح لفاصل أوصير مشاهدينا ونرجع لمتابعة حلقة الليلة من رح نبقى سواه رجعنا معكم مشاهدينا لمتابعة حلقة الليلة من رح نبقى سواه برجع برحب بضيفي البلوستيديو نائب رئيس الحكومة السابق غصان حاصباني أهلا وسهلا فيك ليلتنا في غصانين لأنه اللا رح أنتقل لوزير المهاجرين السابق غصان عطالة عبر سكايب مساء الخير ما عليك مساء النور نتاليو مساء النور لسمية دولة برجع ما هيك أنا بين غصانين يعني نيال الليلة مساء النور كيفك أهلا وسهلا دولة برجع إن شاء الله بصير معك واحد ثالث وبنصير الغصاص هنا كلهم عندك ما هيك ما عليك مبعث إذا كنت عمتبعنا من بداية الحلقة وقلت له لدولته أنه هدوء إلى حد كبير ويبدو كمان بعكس ما يتم الوحي بأنه فيه مناكفات سياسية اليوم شو الوضع بين الأفريقاء خاصة بين التيار والقوة شوفي سيد نتالي بدي أقول لك أنا أول شيء دولة الرئيس حسباني معروف عنه بهدوء مش من هلأ يعني بتجربتي بالسنة كاملة نحنا بالوزارة كان من أكتر ناس دايماً هدوء وتحور وتلاقي بين الآخرين يعني فمعودينا عليه نحنا بهذه الطريقة أنه دايماً ميلت إيده تا يستقبل الكل وما يكون بالعكس عم بيعمل أي حالات بتسبب أي مشاكل يعني هلأ اليوم نحنا قد ما فينا نخلق جوه من الهدوء أنا برأيي بنكون عم نعطي انطباع جيد يعني وعم نساعد أنه نقطع هذه المرحلة الصعبة يعني بتصور أي توتر بضر فينا كلياتنا اليوم الناس بغير بغير مترح أنا برأيي اليوم الناس أهم من السياسة عندهم وأهم من أمور كتير هو موضوع كيف بدون يقدروا يستمروا كيف بدون يأمنوا لقمت عيشون كيف بدون يحموا حالهم بوقاية من الوباء اللي عندنا ياه كيف بكرى المستقبل البلد الاقتصادي والاجتماعي كيف بدون يلاقيوا وظائف يعني هذي أمور أساسية عند الناس صارت أكتر من التناحر بالسياسة ويكون عندنا مواقف متشنجة ضد بعض يعني لحنخلي الناس بالعكس يمكن يكفروا بالبلد أكتر إذا تشنجنا وإذا كل واحد مننا راح يهتت تاني بموضوع قديم أو جديد أو شي هلا أوقات بننجبر لأنه بصير فيه سقف عالي بصير فيه خطاب متشن اتهامات بيضطر أوقات واحد يرد يبرر الأمور يعني يحط الأمور بنصابة بس الأفضل أنا برأيي اليوم نحكي الأمور يعني بحاجة لإلى الإنسان اللي يسمعها نحكي كيف بدنا نطلع ببكرة كيف بدنا نلاقي حل الوضع الاقتصادي اللي عمي مرؤ فيه نحن نقف حتى بعضنا تنساعد المجتمع نحن عايشين فيه من الزرق اللي عم يمرؤ فيه نشوف الطلاب المدارس يعني في عنا أمور كتير مهمة نتناقش فيها ونحكي فيها إذا بدنا نكون رجال دولي وإذا بدنا نكون فعلا خايفين عبلدنا وعوطننا وبدنا نحافظ تم عالي الوزير اليوم رئيس الطيارة الوطنة الحر الوزير جبران بسيل هل هو من يسير شؤون العهد كافة كما قال رئيس حزب القوات شوف بتصور يمكن من أكتر الناس اللي عندهم معرفة بفخامة الرئيس العماد ميشيل عون هو الدكتور جعجع يعني أول شي تريفق فترة طويلة يعني في علاقة قديمة وبيعرف أنه جنيرال عون بمون مع اعترامنا ومحبتنا لرئيس أكيد جنيرال عون ما حدا بسير له أموره وما حدا بدله ما حدا بقله يعني جنيرال عون بتشاور مع الاحوالي بس بالآخر هو صاحب قراره وبعتقد أنه قراره مش من اليوم قراره من سنين كان ياخده هو وياخده صائب يعني وبكتير أمور تبينت بعد عشرات السنين قد كان عنده رؤية لقدين بالقرارات اللي كان ياخده الرئيس عن فأكيد هذا الكلام يعني بالسياسي مقبول بس أكتر من هيك يعني ما بعتقد أنه واقعي رح نروح لملف التهريب وعودة الحديث بقوة عن هذا الموضوع وكان يعني واضح إذا فينا نقول ما تم المناكفة حوله ما طرحه الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بضرورة التنسيق مع سوريا ليكون هذا الملف بحلول سريعة وفاعلة موقفكم من هذا الموضوع شوف هذا الموضوع يمكن طرحه سيد حسن نصر الله من كم يوم بس دولة الرئيس حسباني بيتذكر أنه في جلسة انفجرت لأنه حكينا بهذا الموضوع يعني كلنا بنتذكر الزميل أبو فعور لما ترك الجلسة ونزل عمل المظاهرة الشهيرة وكل هذه الأمور هو كان لأنه بلشنا نحن نحكي بأنه لازم نوصل لنتيجة وإذا الوزير حسباني كان يأكد عن كلامي أنه بوقت الرئيس الحرير طرح حتى موضوع الكهرباء أنه إذا بدنا نجيب كهرباء من الأردن ما بقى فينا نضل على علاقات سيئة والمناطق مسكرة كيف بد يجيبها بالهو بد يأمر بمكان الماء كنا كلنا قاعدين على طاولة مجلس وزر عم يفكر أنه صار وقت أنه نلاقي طريقة عنا سوء كبير بالعراق وقدرين نفتح خط له بس بدنا نقدر نلاقي تفاهم مع السوريين يعني كنا بلشنا نحكي بكتير هذه المواضيع من سنة مش من اليوم لأنه بالآخر نحنا ما فينا نضلنا قاعدين ومسكرين على حالنا وما بدنا ننفتح ولا على أي أحد حتى بالموضوع التهريب طب نحنا اليوم ما فينا نضبط التهريب بس من عندنا ننسق أكيد مع الدول المجاورة لإلنا يعني ما في دولة بالعالم ترفض تنسق مع جارة لإلها بموضوع بهمة يعني أنا اليوم إذا كان موضوع التهريب بدرني لإلي وعم بيفيد الدولة السورية يعني لصالح الجهتين وبالنهاية نحنا بأمس الحاجة لضبط حدودنا خاصة بظروف أنه الدولار وكيف عم بيكون حتى المواد المدعومة يتم تهريبة هيدا كمان ويمكن أنا بأكد لك في منفع يمكن لإلنا أكتر لأنه نحنا اليوم بهمنا أكتر أنه ضبط حدودنا وما يفوت لعنا تهريب وأنه ما يتهرب حتى من عنا يعني نحنا قلنا مصلحة كبيرة بأنه نلاقي حل لهيدا الموضوع لأنه من ضمن المواضيع اللي كتير فيها هدر بالدولة يعني هيدا المعابر الحدودية اللي عم يتهرب منها أمور أو عم يفوت من خلال أمور عم بتخسر الدولة كتير عائدات كان فيها تستفيد منها الدولة اللبنانية من خلال الجمرك اللي بتحصل عليها من دخول الأمور بشكل واللي صار والقرارات اللي اتخذت والإجراءات اللي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع جيدة لأنه بالمقابل الأقوات تقول على لسان أكيد رئيسة أنه هالإجراء تشبه وضع المماسح إلى جانب القصط المثقوب في منزل في حين تسرب الماء سيبقى مستمرا شوف نحن حتى هذا الموضوع تذكر كمان دولة بقيس أنه حكينا فيه بآخر جلسات بالحكومة وكان فيه بوقت أخذ قرار وزير الدفاع أنه يبلش بالتنفيذ ويبلش أنه ينوضع حد لهذا الموضوع يعني يعني هاي دي كلها المواضيع منا مستجد هاي دي مواضيع صار عمره لليوم تقريبا سنة نحن نبحث فيه عم إجراءات فاعلة أم أنه ما رح تأثر لا إجراءات لازم تكون فاعلة يعني إحنا اليوم إذا ومن أكتر المواضيع الشائكة وأكتر المواضيع اللي بسببه خسارة للدولة الليبنانية إذا لقينا أنه ما عم تمشي مفروض كلنا نضغط يعني هيدا الموضوع بيشبه موضوع القضاء يعني اليوم نيجي بنقول حطينا ملف بالقضاء بس ما عم يمشي بدنا نشتغل كلنا نضغط كل نعطي للقضاء هاي على موضوع كتير مهم القضاء والملفات والفساد حضرتك من الأشخاص اللي وضعوا ملف كتير كبير من وزارة المهجرين وين صار هيدا الملف وهل فعلا رح نوصل لأن نقول أنه مكفحة الفساد رح نشوف يوما حدا يحاسب بأي ملف شوفي أنا بدي إليك بالأخص بهيدا الملف إذا اليوم نزلنا كل يوم وعملنا كل يوم تويتع عن هيدا الموضوع وحيقوله عم ندخل بالقضاء وعم نضغط على القضاء وإذا تركنا الأمور يحوصلنا لحد دي ثلاث أربعة شهر صح ما حدا ما سمعنا شي ولا سمعنا شي فنحنا اليوم عن جد في حيرة أنه أنا بتمنى على مجلس الوزراء كله بتمنى على الوزيرة جديدة بتمنى على وزيرة العدل أنه اليوم ملف مثل هيدا صحنا 30 سنة والوزير حسباني أنا أكيد أنه بشاركني الرأي لأنه كان عندهم هني ذات الهيجز كانوا دايما يقولوا وزارة المهجرين بدنا نعرف كيف يروحوا المصاري لأنه في علامات استفهام عن اللي صار قبل نتمنى من الكل اليوم أنه كلنا نضغط بكل ما عنا من قوة بتنكشفها 30 سنة بهيدا الوزارة وين راحوا المصاري وأنا حطيت مستندات أنا ما أجيت عملت شكو بالعمل مشكلة حطينا مستندات وقلنا هون وهون وهون ومش بمكان بأربع خمس أماكن قلنا هيدا باب بل شو فيه بتوصلوا لكتير يعني لح نوصل للمغارة طب هون يعني لازم يتم تسريع بالتعينات بالتشكيلات بتدعيم مواقف القضاء يعني كمان في علامات استفهام كتير من هك هما طالب هيدا الملف إذا عيننا قادر جديد شو بيقدم ما في قاضي موجود بستلم هيدا الملف ليش ما بيشتغل عليه بطريقة أسرع يعني اليوم ليش ما بنعطي مثل بالموجودين أنه يكون عن جد هالقاضي اللي اليوم شايف أنه البلد بهالحالي كل ناس ناطغة تعرف شو النتائج ملفات الفساد بنلاقيه مرتاح على وضعه يعني بريد بدنا نشوف شي على الأرض مش هيك يروح يشتغل 24 اخبارات وراء اخبارات يمزل مجهود أكتر يفتح الملفات أكتر يبعث ناس يسألوا أكتر يعني ما بق فينا نحنا نهمل هيدا الأمور أكتر من هيك ولا بق فينا نضغاضب بهيدا الأمور أكتر من هيك وما بق فينا نقول أنه شو فينا نعمل اليوم في ملفات عند القضاء بكتير أمور بعدة أمور يعني مش بس بوزارة المهجرين وزارة المهجرين هو ملاخ من ضمن عدد كبير من الملفات نحن مقدمين كتير ملفات وغيرنا من الأحزاب مقدم كتير ملفات. طب هذي كله اليوم صاروا عند القضاء. طب يتفضل القضاء. يبرهن عن مصدقيته. يبرهن عن استقلاليته. يبرهن عن شفافيته. ويحطها الملفات كله يطلع يقول. أنا هيدا الملف ما لقيت فيه شيء. أو يطلع يقول. لا. هيدا الملف تبين. واحد. اثنين ثلاثة. يكون كل شيء واضح. يعني. انطباع جيد للناس. يعني. ما بقى فينا نظلنا عن جد تركين الناس. يعني بيتهموا الكل. يعني هيدا كلمة كلهم يعني كلهم. ايه في سبب اليوم انه ايه ما حدا. ما عم نلاقي حدا متهم. الناس تظل تقول انه. كلهم يعني كلهم تحت الشبهات. يعني بالنهاية حتى يثبت مين الآدمة من الفاسد. وهنا دور القضاء. مية بالمية. الشغل يزي يكون هون دور القضاء. مية بالمية. صحيح. أنا بدي أشكر هالمداخئ لتك تتوجه. لا بس بدي أوجه له تحية. وصالنا زمان ما شفناه وجها لوجه يعني. افتراضيا افتراضيا هلأ عم نشوف بعدنا مع الوزير. لا. اكيد كنا عم نناقش هالنقاط هايدي. ومن الضروري كل الملفات الاساسية ان تتابع بشكل سريع. هليني اشكر اكيد. بدي اشكرك على مشاركتنا بها الحلقة. وزير المهجرين غسطان عطلة. على امل لقاء قريبا بلوستوديو بحلقة مطولة. شكرا لك. برجع لك دولة رئيس. بدي احكي عن مسألة سورية. نعم. وضبط الحدود يعني ادي في حاجة نحن اليوم للتنسيق. لانه بالنهاية هذه حدود مشتركة. والدور مشترك. وعننا الاجنة التنسيق بين الجيشين. يعني بعدها قائمة ما ألغيت. خلينا نخدها من منظرين. في منظر التهريب بالاتجاهين. وفي منظر الحاجة للتصدير الى العراق. مثل ما ذكر مع علي. انه في سوء بالعراق وبدو يتصدر البضائع. صحيح. صحيح. شو اللي بيمنع اليوم البضائع اللبنانية ان تمر عبر سوريا وان تصل الى العراق. ما في شيء يجب يمنع تقنيا ولا قانونيا ولا إجرائيا. ولا بتحتاج أي تنسيق. يعني لو كان مثلا أبروس عند حدود برية مع لبنان. هل نحن بالطبعين نحكي مع أبروس تيقطعوا بضائع لبنانية من أبروس ما هذه موجودة. بس بدي يكون في تنسيق. مش قطع علاقة نهائيا. خليك أولا. يوضع هذا الشيء من تطبيع ومتطبيع. الموقف اليوم هو أولا. إذا في حدود مفتوحة من الجهة الثانية وآمنة اللي يقطع عليها. تانيا هي الرسوم اللي عم يدفعها. الرسوم عالية جدا. ما بتخليهم يقطعوا بسهولة عبر الأراضي السورية. كيف واحد بيجرع بيخفض الرسوم؟ إذا عخينا مع الدولة السورية فقط بمجرد ما نروح نحكي معهم تخفض تنخفض الرسوم. بس بدك تحاول. شو بنكون قدمنا بالمقابل نحنا تنخفض هالرسوم؟ شو المطلوب من الدولة اللبنانية؟ بس ليش عم نخمن؟ أولا تقليك ليش؟ لأنه هذه إجراءات اليوم على المستويات الإدارية على طول في تنسيق وموجودة التنسيق. ما أنه شيء انلتغى مع الجهة السورية. مثل ما قلت أمنيا وحتى إجرائيا وإداريا في تنسيق. يعني ليش بد يكون فيه تنسيق على المستوى السياسي لحتى يحصل هذا الموضوع؟ لأنه في جهات تريد يعني تعويم الدور النظام في سوريا. يلي مسؤول عن جزء من سوريا. لكن مشكلة سوريا اليوم موجودة. واليوم عندهم كمان إشكليات أخرى. ما بدنا نفوت بالشق السياسي لهالموضوع. نشوف بالشق العملي. تاني نقطة موضوع التهريب والحدود. اليوم إذا نحن عم ندفع حق الفيول والأمح على دولار 1500 وعم نستوردهم. وعم بيكون كمية هالأموال بالدولار بحدود 3 مليار عم تطلع فائدة. عم ندفع حق استيراد. عم بيدخلوا البضائع على لبنان. مش عم بيتسجلوا أنه تصدروا لأي بلد تاني. ولا عم بيستهلك لبنان هالأد كميات. هذه كنا كشفنا عن هالموضوع بالحكومة السابقة. وأنا شخصيا حكيت بهالموضوع على موضوع المعابر وغيرها بالحكومة السابقة. وعدة نواب كمان تابعوا. أخذت الحكومة السابقة حكومة الرئيس الحريري قرار بإقفال المعابر الغير شرعية. كان سببه الأساسي مش هذا الموضوع. لأنه ما كانوا بدون يعترفوا بهذا الموضوع بهذاك الوقت. ندرسها. ويمكن هادي كانوا بضاع عفاية سنة الماضية. وسجلوها هذه السنة لأنه ما تسجلت بالتافئة. وكان في مشاكل على التافئة. كل شوي يطلع حجة لتأخير بات بهالموضوع. ليش عم بيطلع في عندنا استيراد أكثر من تصدير بموضوع الفيول. تحديدا كان وقتها. لكن أهلو بدنا نعتني بموضوع الحدود ونسكرها. وطلع قرار من مجلس وزراء. وقتها. لم يطبق هذا القرار. ووجه مجلس الفعل أعلى وعملنا لجنة الوزارية. ونبحث هالموضوع. حتى تم التمجهة. هجمت وزير الدفاع. خلينا. أنا سمعتم بياريح الوزير. ما بدي أدخل بهالموضوع. لأنه الوزير السابق. قال أنه بالسياس صارت الأمور. لأنه اليوم هينا ووزير الدفاع. لما قال لأنه وقتها طلع تقرير أنه فيها العدد من المعابر. رجع وقال لا. ما فيها الأدس كارنيهن كلهم. قالوا لنا. وبعد فيه كم معبر. والتقرير أبرز. أنه هيدا المعابر. مطفل هيدا. مهم. نحن مش عم نحكي عن معابر اللي بيمرقوا عليها كيس البندورة من ضيعة لضيعة ومطرح من ضيعة من الداخل مع بعضها. عم نحكي عن المعابر الكبرى. يلي عم بيتم فيها تهريب ممنهج. تتخطى العشرة. وحتى لو كان معبر واحد. مش الخلاف هلأ إذا حدا نعطي تقرير مجلس الدفاع الأعلى قال فيه 120 معبر ولا 150 ولا 140 ولا 15 يوم تغير الوضع. بالحقيقة لا. الحقيقة بعدها هيدا المعابر هلأ اتضح أنه بعد عم بيصير في تهريب وفيه معابر مش كاميونات بيقطع عليها. فيه أساطر من مطرح لمطرح بيحط الستار من هالمال. وستار من تاني مال. مش هيدا القضية. القضية إذا بدنا نحكي بالحوار مع سوريا. شو مصلحة الجهة السورية من أنها توقف تهريب الفيول والمزوط من لبنان على سوريا وهي عم تستفيد من هالشيء هيدا بمطرحين. تقول أنه التنسيق ما رح يجب جدوى لأنه مش مصلحة يتوقف. لألك ليش? لأنه نستورد نحن بالألف خمسمائة دولار ما بيأثر. عم بيروحوا هيدا عم بتخطوا العقوبات الموضوع على سوريا عم نساعدهم بالالتفاف على العقوبات. عم نساعدهم بتمويل اقتصادهم بحدود الأربعة مليار دولار بين أمح ونفط وغيرها. ونحن عم ندفع حقه من ودائع الناس اللي بالمصارف هلأ اللي مجمدين وما عم بيخلوهم يظهروا من مصريات الناس هالكم مليار دولار اللي بعضهم موجودين احتياط بمصرف لبنان عم ندفع منهم تنستورد هالمواد ولتروح على سوريا هيدا أول اخسارة كبيرة شو مصلحة الجهة السورية من أن توقف دخول المزوط لعندها فأي تفاوض بده يحصل بين الجهتين لن يوصل إلى نتيجة حقيقة. يعني الخسراني رح تكون سوريا من وقف التهرير اللي عم بتحاول التوصله أنه هيدا شي ما بينفع ثاني شغلة سبب الأول هيدا ولا بالسياسة وقصد أنه ما بدنا نرعن أولا ليش بس نحكي بالتقنة نحنا نتهم أنه بس عم نحكي بالسياسة بينما لما يجي حدا بده يعوم النظام السوري على حساب لبنان بس طيب يفتح معهم خط ويصير روح يزورون ويعطيهم شرعية أكتر منقول لا هيدا مش بالسياسة هيدا تقنية هلأ اللي عم بيطالب التنسيق سيد حسن نصر الله ناطر لا يروح فريقه السياسي يزور سوريا لا ناطر لا حتى كل الأفريقاء السياسيين التانين بما فيهم فريق العهد يسير يزور سوريا ويحطوا للأحراج هيدا قدام المجتمع الدولي هيدا اللي ناطره خلينا نكون واضحين ما بدنا بقى نغطس لبنان بمحاور عم بتغطسنا أكتر وأكتر وأكتر نحنا اللي وصلنا لهون اليوم ما ننسى في مجتمع دولي إذا بتحتسب الدول اللي اللي حطت مصاري بسادر هي أمريكا فرنسا ألمانيا يعني الاتحاد الأوروبي بشكل عام دول الخليج كمان هيدول اللي حطوا مصاري بلبنان هيدول أيضا دول اللي هني بدون يشتغلوا مع صندوق النقد الدولي تيدعموا لبنان قد ما حكينا الصين تستثمر الصين ولكن ما بتجي بتعطي تبرعات الصين لا الصين رح تجي أكتر شيء بتعطينا مشاريع وتستثمر المشاريع لشركاتها هي وبتدين لبنان يعني مش أكتر ناك وهو ديكي جزء منهم دين وجزء منهم هبات لكن بالنتيجة نحن إذا استمرينا بهالمقاربة هيدا وبعدنا مصرين أنه نوضع لبنان بمحور معاكس كليا لكل هيدا الدول اللي هلأ وقت بدأت تنقذنا ونجي نقول هاو دي مصريات اللبنانية بدون ينسحبوا من المصاريف تنشتري فيهم إبداعها لحتى تتهرب لهنيك ونرجع نقول ما فيه إلنا خلاص إلا بالكلام مع هالنظام هيدا لا فيه إلنا خلاص بغير أمور بس العودة على الضغط بهذا الملف تحديدا قصة لحدود كمان يأخذنا للتزامن مع مسألة تجديد للقوة الدولية ومسألة 17-01 لا ما إلو علاقة بهالموضوع تأليك ليش موضوع تجديد للقوة الدولية شغلة روتينية بتصير سنويا بالأمم التحدة هي زيتا ما بتغياشي ما بتغياشي يلا من خلاص بتعديل بعض الشروع كل سنة كل سنة بتم التلميح وكل سنة بقولوا بنا نخفف الموازنات وبدنا نشيل القوة البحرية وبدنا نعمل وبدنا نسوي هذا موضوع يختلف لا موضوع المعابر الحدودية يحكينا فيه ونحكى فيه من الناحية التقنية المالية بالحكومة السابقة وفيه قرار مجلس وزراء صدر عن الحكومة السابقة ولم يتم تنفيذه ثاني شغلة تسكير المعابر مش معناتها بدون يوقفوا العالم العسكر يعني واحد حد الثاني ويسكروا الحدود كلها ويضبطوها مش هيك بسيء هو يعطوك العسكر نظوره وكان فيه وضوح عند القوى الأمنية وعند المسؤولين الأمنيين بالجلسات والاجتماعات أنه فيه عدد محدود من الطرقات الداخلية التي تؤدي إلى هذه المعابر وضبط الطرقات الداخلية مثل ما كان عم يصير هالكاميون السيتارني اللي قاطع فيك توقفه وقال أن مرح مدير الجماريك عبر الأوديوية من هون أنه تخفت أو توقف إلى حد ما تهريد سؤال بسيط ليش ما توقف سنة الماضي لما أثرنا هالموضوع لم يتوقف لم تتخذ إجراءات من هالنوع لم يوقف الجيش مثلا أو القوى الأمنية قوى الأمن الداخلي سيتارنيت على الطريق بالبقاع هلأ صارت لما ارتفع الصوت كتير وصارت عملية كتير خطرة ووصلنا للوضع المالي اللي كنا عم ننبه منه وقته أنه إن حاجزوا منصريات الناس ما بقى فيه مصارب البنوكي صار فيه إشكالية بالدولار وشح الدولار للاستيراد وصلت لمرحلة خانقة هلأ علينا أن نطبق هذه الإجراءات وأنا أكيد وعندي كامل الثقة بالقوى الأمنية والجيش اللبناني وبالتنسيق بيناتهم بيقدروا يحطوا حد كامل لهالمليارين للثلاث مليارات دولار يلي عم بيروحوا تهريب من لبنان لهني كان نقاش وقته كمان على سنة الماضي عن تهريب البضائع والتهرب من الجمارك من سوريا إلى لبنان واللي عم يحكي عنه الوزير وصعب كان هو هيدا منه كميات كتير كبيرة هالخسارات يلي هي تهريب بضاعة من سوريا إلى لبنان كميات أقل من الكميات اللي عم بتضيع بالجمارك يعني المعابر الشرعية بالمعابر الشرعية بس مش هيدا اللي عم نحكي عنه نحنا كنا عم نحكي عن اللي هلأ توضح للرأي العام بشكل كامل هو الهروب أو تهريب البضائع المستوردة إلى لبنان للالتفاف على العقوبات الدولية الموجودة على سوريا وتحميل لبنان كلفتها كانت بالأول مطنشين عنها الكل وما حدا بده يحكي فيها لأنه كان سعر صرف الدولار منه فارق كتير هلأ عم يكون مدعوم الدولار يلي عم يستورد بين الأربع تلاف والألف خمسين يتفرق كتير يعني أربع مرات لهالسبب صارت خسرتنا كتير فادحة وهلأ بلش يطلع الصوت أكتر وأكتر مثل ما كنا عم نحكي نحنا من السنة الماضية من شهر خمسة وما فوق كنا عم نحكي كنا عم نطلق قبل ما يدهمنا الوقت بمسألة التهريب على الحدود ما بتتفق مع الوزير اللي ياسبو صعب بمسألة التعيينات الأرثوذكسية لا انتبهي أنا مش ما بتتفق عم وضح هو حكي عن جزئية لا بس أنه في التفاوت بمطرح أنه كان التقنيس بالمرحلة الماضية بعدنا من المرحلة الحالية بتغير شيء بعدنا عم نحكي الكلام ذاته هو معالي هو اللي اختار معالي الوزير بوصعب هو اللي اختار يطلع يقول أنه هو عم بيسكر المعابر صح هو وضحها بالأرقام وبالتقارير اللي كانت توصله أنه مش هلقد الأرقام عالي 136 و150 والمعابر هي أقل بها من هاتف كتير خلينا نحط هذا على جناب لأنه بغض النظر ما نخوض مشكلة الأرقام بجراء تقلتلك مش إذا في معبرين عم بيتم منهم تهريب 3 مليارات هاو دي مشكلة الإشكالية هي مش بدخول البضائع بالضيع المتداخلية اللي عم بيحكي عنها الوزير بوصعب لا المشكلة هي بالتهريب الممنهج والمركز اللي كان عم بيصير للفيول والأمح والمواد الأساسية هلأ من الموضوع الثاني تعينات الأرثوديكسية أكيد فيه إجماع أرثوديكسي ما فيه إلو سابقة حول موضوع التعينات يلي عم تحصل بالدولة وخاصة بالسنوات الأخيرة يلي صار فيها نوع من تقلص للتواجد الأرثوديكسي بالبراكز اللي كانوا فيها تقليديا الأرثوديكس واللي كانت موزع الأرثوديكس للأسف عم مضطر نحكي هيك لأنه نحن طائفة اللا طائفية وطائفة اللا طائفيين وما بحياتنا حكينا بالطائفية يعني ونحن ندعو ندعو لا إليش نايا منطر لا ندعو إلى الدولة المدنية من أول ناس وكل المفكرين الأرثوديكس عبر التاريخ كانوا هن رأس حربي بموضوع الدولة المدنية وإبعاد يعني الطائفية عن الدولة لكن هالشي هيدا خلها الطائفة تدفع ثمن أنه ما ينسى محلة تشارك بالعمل الإداري بالدولة لأنه هي منفتحة ومتساهلة وما بدت تدعب لعبة الطائفية رئيس الحكومة حصاني دياب لأنه بعض المعلومات تشير بأنه المطران عودة يتريث لعقد اجتماع تاني بعد الاجتماع اللي صار أول مرة لأنه اتفقه رئيس الجمهوري العماد ميشيل عون بأنه يقدم له أسماء على أساسه رح يتم الاختيار ولكن كمان في بعض المعلومات تشير إلى أن رئيس دياب مصر على في شغلتان نحن بالاجتماع اللي صار الإجماع الزبدي نحكي عن محافظة بيروس الإجماع المدني والديني اللي صار يعني إذا بدك علمانيين وكليركيين البترك غبطة البترك يحنى العاشر والمطران إلياس عودة ببيروت كانوا محورين أساسيين تلاقيا على ما تلاقى عليه الأقطاب الأرثوذوكس يلي تداعوا من وزراء ونحضروا وقعدوا مع المطران عودة بمطرانية بيروت الهدف كان منه أن نقول أولا نحن نريد آليات واضحة وشفافة للتعينات تعتمد الكفاءة والجدارة مش بس الكفاءة بالشهادات الجدارة بالخبرة والقدرة على شغل الموقع على إدارة هذا ولكن إذا ستسمى أرثوذوكسيا هذه المواقع أيضا وبما أنه مازال فيه هناك محاصصة أرثوذوكسية محاصصة طائفية عفوا أن حصة الأرثوذوكس لا يجوز أولا تخطي حصة الأرثوذوكس وتانيا الوقوف عند رأي أقطاب هذه الطائفة ومرجعياتها على الأقل حتى الأرثوذوكسي اللي عم يتعينوا باسم الأرثوذوكس يكون فيه إلن على الأقل تواجد أو حضور أرثوذوكسي أو معرفي من قبل الطائفة الأرثوذوكسية فيهن ليس فقط على النفوس الأرثوذوكس بس هني ما عندهم هال يعني نوع من ريفرانس وهيدي اللي صارت اليوم للقاء اللي صار مع فخامة الرئيس ليش صار أولا كان المطران سيدة المطران عم بيحكي باسم الجميع وهو طلع وحكي مع فخامة الرئيس بهالأمور كلها بشكل عام لكن نحن ما ما بدنا نقول أنه اليوم في مشكلة بمطرح واحد فقط المشكلة كانت مزمنة وبدأ تصحيح وكان فيه وعد من رئيس أنه سيعمل على ذلك من فخامة الرئيس لكن أيضا اليوم فخامة الرئيس هو أيضا الجهة المسيحية يلي موجودة بالدولة ويلي يعود إلى أيضا الكلام بتعيين المسيحيين في الدولة يعني الكلمة الخاصة تنكون يعني واقعيين إذا اليوم فيه أي إشكالية بالتعيينات من ناحية رئيس الحكومة دولة الرئيس علينا أن نعود إلى الأليات ولو كان فيها الأليات موجودة بالشفافية كلها وما فيه تحديد أسماء معينة من الأساس لكن الأمور بشيت بطريقة أسلس إضافة إلى ذلك كان تم الحفاظ على التوازن المطلوب للجميع نتمنى أن لا يكون هناك مواجهات وإلا ندفع تمن أي تشنج بأي علاقات أو اختلافات بوجهات النظر حول إليات التعيين وحصص التعيين وتدفع الطيف الأرثوذكسي تمن ذلك على الأساس هذا نتمنى كمان من رئيس الحكومة أن يأخذ الخطوات السليمة تجاه شفافية المقاربة تجاه عدالة المقاربة وتجاه العلاقة التاريخية التي كانت دائما تربط أرثوذكس بيروت ولبنان عامة بالطائف السنية ورئيس الحكومة السنية ببيروت تحديدا عبر موقع محافظ بيروت لأن موقع محافظ بيروت يختلف عن باقي المحافظين بس تخطيت مسألة تغيير الشخص أساسا نكون واضحين الاجتماع اللي حصل لم يكن بسبب محافظة بيروت فقط ولم يكن بسبب شخص الطائف الأرثوذكسي لا تدخل بأسماء أشخاص وتناقش موقع واحد كنا عم نحكي بشكل شامل على كل اللي يحصل مع الطائف الأرثوذكسي وللأسف يعني عم نحكي بهذا الحديث هذا مش من منطلق طائفي ولكن من منطلق المشاركة وتنفيذ كل مكومات البلد طالما النظام ودايما الأرثوذكس كانوا يعني طوقين لبناء الدولة المدنية والدولة التي تجمع جميع أبنائها وتكون لجميع أبنائها إن شاء الله نوصل لنهار نقول نحنا بدولة مدنية وما عم نحكي بالمحاصصات طائفية ونتخطأ هالأزمين كم تنحل يمكن علة العلال هي طائفية والكفاءة والقليات الشفافة حتى ما حدا يشك بحدا آخر أنه عنده يعني نوية معينة بتعيين أشخاص أو يكون فيه محسوبيات بالتعينات وإضافة إلى ذلك الكفاءة برجع بقول مبنية على الخبرات ومطابقة الشخص إلى المكان المناسب والقدر على الإدارة أن تكون شهادات على وراء أنا بدأ أشكر حضورك معنا الليلة نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني شكرا لك مرة أشترك بدأ أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة على أمل اللقاء بحلقات مقبلة من رح نبقى سوا باي بوحي